السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم في قناتكم قناة المعلومات في متناول يدك وأريد أن أشكركم مقدماً على المشاهدة أتمنى أن تستمتعوا بمشاهدة الفيديوهات وتعلم أشياء جديدة والآن لنبدأ السؤال الأول ما اسم الحيوان الذي يعرف بأبو الأخطل؟ الإجابة البغل السؤال الثاني ما اسم أصغر دول العالم من حيث المساحة؟ الإجابة الفاتيكان السؤال الثالث أين تم صناعة كسوة الكعبة أول مرة؟ الإجابة في مصر السؤال الرابع هل الإخطبوط يمتلك أكثر من قلب؟ وكم عددهم؟ الإجابة نعم يمتلك أكثر من قلب لدى الإخطبوط ثلاث قلوب السؤال الخامس ما اسم أكبر المحيطات بالعالم؟ الإجابة المحيط الهادي السؤال السادس ما هو اسم أقرب كوكب إلى الشمس؟ الإجابة كوكب عطارد السؤال السابع ماذا يطلق على عملة اليابان؟ الإجابة إليان السؤال الثامن على أي بلد يطلق بلد المليون شهيد؟ الإجابة الجزائر السؤال التاسع اسم طير بحرف الحاء؟ الإجابة حبارة السؤال العاشر ما هو اسم الحيوان المحرم أكله؟ الإجابة الخنزير السؤال الحادي عشر ما اسم أم مصعب بن عمير؟ الإجابة خناس بنت مالك السؤال الثاني عشر ما اسم أقدم الخطوط العربية؟ الإجابة الخطو الكوفي السؤال الثالث عشر متى كان أول رحلة إلى الفضاء؟ الإجابة كانت أول رحلة للفضاء في عام ألف وتسعمائة وواحد وستون السؤال الرابع عشر أين تتواجد حاسة الشم عند الثعبان؟ الإجابة في اللسان السؤال الخامس عشر أين يتواجد تمثال أبو الهول؟ الإجابة يتواجد في دولة مصر في محافظة الجيزة السؤال السادس عشر ما اسم أطول آية بالقرآن الكريم؟ الإجابة آية الدين السؤال السابع عشر لماذا سمي نهر العاصي بهذا الإسم؟ الإجابة لأن نهر العاصي يجري من الجنوب إلى الشمال السؤال الثامن عشر ما هو عدد ألوان قوس قزح؟ الإجابة ألوان قوس قزح سبع ألوان السؤال التاسع عشر من هو أول فريق عربي تأهل إلى كأس العالم؟ الإجابة تأهلت مصر لكأس العالم عام ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون السؤال عشرون ما هو أقدم العلوم؟ الإجابة علم الفلك السؤال واحد وعشرون من هي أول امرأة حصلت على جائزة نوبل؟ الإجابة ماري كوري السؤال اثنان وعشرون ما اسم المدينة التي يطلق عليها مدينة الظلام؟ الإجابة مدينة لندن السؤال ثلاثة وعشرون ما اسم الأصبع الذي يلي الأصبع الأصغر لليد؟ الإجابة البنصر السؤال أربعة وعشرون ما اسم السورة التي على اسم فاكهة؟ الإجابة على أسئلة مماثلة شكراً للمشاهدة سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك للفيديوهات والإعجاب بها وتعليقك عليها سيطلب شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة